اهلا بكم حبايبي طلاب جريت سريف درسي جيد على قناة برايفت مسلسونس اليوم سوف نأخذ سيرت 2 و سيرت 3 مع عنوان الكوادريلاترال اليوم سوف نكمل كلامنا عن الكوادريلاترال كنا اتكلمنا عن الكوادريلاترال و قلنا ان الكوادريلاترال عبارة عن بوليجون و ليه فور سايدز و طالما ليه فور سايدز يبقى ليه فور اي فور سايدز يبقى الكوادريلاترال ده شكل مقفول ليه فور سايدز و لازم يكونوا ستيريت ما ينفعش يكون فيه اي كورفات طيب من الامثلة اللي عندنا على الكوادريلاترال الاشكال اللي متكونة من فور سايدز عندي السكوير عندي الريكتانجل عندي البرريل و جرام و قلنا الدرس اللي فات ان البرريل و جرام ده شكل ايش تو اوبازت سايدز يعني كل تو سايدز قدام بعض او بارالل و برضو يكون اقوال اللنس و عندي برضو اي كمان عندي الرومبوس و عندي الترابيزيون طيب نجي نتكلم شو عن السكوير السكوير يا ولاد ليه تو بيرز او بارالل سايدز الراحل dolبовойانية Playstation والإمكانية حقاً او مجموعة من الثلاث و بالنسبة للربيع الزايدز زي السكوير بالظبط فيه دو بيرز او الراحل سحتى ساتس السجرة من السجل دمام ket سنتأتي به الخمس عندي خلال 4 مراجعة نيجل بريو جرام كمية الرائناة بالزبط 2 PEARES OFF BARALEL SIDES 2 PEARES OFF BARALEL SIDES related to the RUMOS الذي أشياء هذا الروم بس CREAT VERS OFF BARALEL SIDES هذا BARALEL وعنديه 4 PEARES OFF BARALEL SIDES كما يستقبل تبدو بريتس لديه 2 PEARES OFF BARALEL SIDES هذا وهذا نسميه مجموعة واحدة من الصيديات الباراليل وكل الانسز بتاعته ممكن تكون مختلفة هذا وده مش لازم يكونوا قد بعض هذا وده مش لازم يكونوا قد بعض وممكن يكونوا قد بعض المهم الشرط بتاعنا ان يكون في عندي وان بير اف باراليل صيديات وعندي كم مراتيكس؟ عندي 1 2 3 4 يبقى عندما نرى الكوادريلاترال الأشكال اللي ممكن نلاقيها ممكن نلاقي السكوير، الريكتانجل، البريرو جرام، الرومباس والترابيزيوم كل دول بنسميه كوادريلاترال نرى التشيك بوينت يقول لي write a name for each كوادريلاترال طيب اللي قدامنا اسمه ايه؟ عندي 2 pairs of barrel lines وعندي each two opposite sides are equal يبقى اسمه ريكتانجل طيب ده ده رومباس ولا سكوير؟ لا ده رومباس عندي ده قد ده قد ده قد ده وكل اتنين قصات بعض برا لي بقى اسمه رومباس طيب ده كلنا طبعا عارفينه السكوير وده ترابيزيوم طيب ده اسمه ايه؟ عندي each two opposite sides are parallel and equal يبقى بالأمرباس طيب ده عندي يابريل معده اللي قدموهم بس برا لي بقى ايه؟ يبقى بقى بترابيزيوم يالله بعد كده يقول لي color the quadrilateral using code نقوم بعمل الكوير باعدة السكوير نضع كل السكوير باعدة سكوير أدي سكوير أدي سكوير سكوير وهذا كمان سكوير عايدين بعد كده الرومبوس بالجرين الرومبوس بيبقى عمل زي السكوير بس مضغوط شوية يعني زي ده كده ده كده ايه ده رومبوس وده رومبوس لان الفور سيدز زي بعض ومضموم شوية وده برضو رومبوس وده كمان طب ده رومبوس لأ ده انا عندي الفور سيدز زي بعض يبقى احنا كده ايه مفيش رومبستين يلا نشوف البريو جرام بريو جرام زي الريكتانجل بس ميل شوية زي ده كده وده كمان وده كمان تمام عايزين بقى نشوف الريكتانجل الريكتانجل عندي بالبلو ده ركتانجل وده ركتانجل اهو وده كمان ركتانجل وده كمان ركتانجل فاضل مين فاضل الترابيزيوم بالورنج ده ترابيزيوم اهو عرفت منين عشان الصايد ده والصايد ده بارلل وده كمان الصايد ده والصايد ده بارلل باترابيزيوم ده وده مش بارلل وهنا كمان ده وده بارلل وده وده مش بارلل يعني فيه تعالوا مع بعضين نشوف اناظر مهم جدا الحتة دي اللي هنتكلم فيها على حاجة اسمها الفين دايجرامز يعني كلمة فين دايجرامز كلمة فين دايجرامز ده اسمه واحد هو قال هنعمل دايجرامز يعني هنعمل اشكال علشان تسهل علينا ان احنا نتعرف على الحاجات اللي جواها بتتكون من ايه الفين دايجرامز عمارة عن دواير دخلها في بعضها كل دايرة بيبقى موجود فيها مجموعة اشكال زي بعض بالزبط لهم نفس الخصائص ما ينفعش احط في نفس السيركل شكلين مختلفين تعالوا نتعرف دلوقتي على جزئية مهمة جدا اللي هي الفرق ما بين السكوير والرومبس والريكتانجل والبرير و جرام احنا قلنا ان السكوير ليه فور اكوال سايدز ما برضو الرومبس ليه فور اكوال سايدز ما انا ممكن اد الفيرتكس دي اد الفيرتكس دي اد الفيرتكس دي اه يعني السكوير ليه فور سميلر فيرتيس اه كل الفيرتكس بتاعته زي بعض بالزبط نجي نبص بقى على الرومبس هنلاقيهم زي بعض بصوا كده على الفيرتكس دي صغيرة لكن الفيرتكس دي كبيرة وبص دي اللي قدامها كبيرة ودي صغيرة مضمومة دي مفتوحة ودي مضمومة يبقى الرومبس الفيرتكس بتاعه are not similar عرفت يا وقت الفرق بين السكوير والرومبس يبقى السكوير الفيرتكس بتاعه كلهم زي بعض لكن الرومبس الفيرتكس بتاعه are not similar مختلفين من زي بعض طيب نجي نبص على الريكتانجل الريكتانجل بص الفيرتكس يعني كل الفيرتكس are similar زي بعض طيب البرانيو جرام ما ممكن يقول يا مستر ما البرانيو جرام زي الريكتانجل فيه two sides parallel and two sides equal ودول parallel ودول equal اقول لأخذ بالك الفيرتكس مختلفة الفيرتكس صغيرة طيب ودي كبيرة دي مفتوحة ودي مضمومة دي مفتوحة ودي مضمومة يبقى الفرق ما بين الريكتانجل والبرانيو جرام الفيرتكس هنا similar الفيرتكس هنا not similar تعالوا بقى نشوف الدايرتين دول كده ايه اللي حصل فيهم او حطنا فيهم الاشكال ازاي نبص مع بعض نلاقي عندي سيركل معمولة بالبلو وعندي سيركل معمولة بالايه بالريد color اللي موجود في البلو اللي موجود في الاشكال اللي لها سيركل سيركل ازاي ازاي برضو يعني السيركل دي موجود جواها ايه موجود جواها الاشكال اللي لها four equal سيركل كلهم زي بعض طب السيركل دي اللي موجود جواها موجود جواها كل الاشكال اللي الفيرتكس فيها ادد بعض. بالإدد و بالإدد و بالإدد و بالإدد و و ادد و بالإدد و بالإدد و أدد و الأدد و بالإدد و هذه هي دي قد بإدد و أيضا. اما هذه هي المختلفين و الزلح الموجودة ، والإدد وهي مفتوحة ووسعة ، يتواجد الأسيار مع المكوش لدينا الحثار ها média quote هذه هي الطريق التي يصل على bastية أن نحن كل مائques الأن تلك Crypto ان كل updates قد بعض نبص هنا كل updates برضو قد بعض وهنا كل updates قد بعض يبقى الشكل ده والشكل ده هنلاقي فيهم صفات من circle blue وصفات من circle red ياخدوا حاجات من هنا وياخدوا حاجات من هنا لكن اللي موجودين هنا دول تبع الرد بس واللي موجودين هنا تبع ال blue بس واللي موجودين في النص واخددين صفات مشتركة من هنا ومن هنا طيب يلا نجاوب على ساكاة لتحت كده بيقول لي how many shapes with four sides and four similar vertices اللي ليهم four sides and four similar vertices كل اللي موجود في ال red circle ليهم four sides and four similar vertices كم شكل one two three four يبقى four بيقول لي بعد كده how many shapes with four equal sides بيقول لي equal sides يبقى خش على السيركل اللي هي البلو فيها كم شكل one two three four and five كل دول السايدز بتاعتهم قد بعض يبقى نحط five السؤال اللي بيقول لي هي بقى how many shapes with four equal sides و four similar vertices يعني واخدين صفات من هنا ومن هنا هنا similar vertices وهنا equal sides اللي هم مين اللي هي المنطقة اللي في النص يبقى كم شكل عندي شكلين بس طيب اللي بعد كده what types of quadrilateral are in both circles الاشكال اللي موجودة في الدايرتين عندي الريكتانجل عندي الرومبوس وعندي السكوير الريكتانجل هنا ها والرومبوس هنا ها والسكوير في النص طيب بيقول لي هنا يبقى where in the pentagram would you put this shape لو هنحط ده الشيب ده اللي هو اللي سكوير هنحطه فين في اني منطقة اللي سكوير انا عارف انه هو ليه four equal sides وليه four similar vertices بقى يتحط في المنطقة اللي في النص لانه اخذ صفات مشتركة من هنا ومن هنا وبنسمي المنطقة اللي في النص دي اولاد بنسميها الانترسكشن اريا الانترسكشن اريا يعني المنطقة اللي متقطعة ما بين هنا وما بين هنا تعالوا نشوف مع بعضنا البركتس جميل اوي هيعرفنا ازاي نستعمل بنديجرام في ان انا اصلنا في الاشكال او احط الاشكال في سيركلز علشان اعرف اتعرف عليهم بسهولة نجي نبص على الشكل ده كده وندرسه كويس الاوفل ده اللي هو الشكل البيضاوي ده موجود في ايه موجود في اشكال باللون الاحمر طيب والاوفل ده او الشكل البيضاوي ده موجود في ايه موجود في اشكال ويز سري سايدز ليها سري سايدز بس تعالوا نبص كده كل دولهم كده نبص جواهم هنا تريانجل سري سايدز وسري سايدز وده سري سايدز وده سري سايدز وده سري سايدز طيب ودول الاوفل ده موجود في الاشكال باللون الاحمر هنا ده فور سايدز ده فور سايدز ده فور سايدز طيب ده سري سايدز الله هذا الشكل البيضوي يبقى نخلي المنطقة المشتركة دي عشان نحط فيها الاشكال اللي هي ثري سايدز واللي هي رد في نفس الوقت يعني التو تريانجلز دول ما لهم وغدين نفس الصفات ديت عشان هم باللون الاحمر ووغدين نفس الصفات ديت عشان هم ايه ثري سايدز طيب نحل كده الاكسرسايزز دي عشان نفهم اكدر الافل ده هنحط فيه ايه الاشكال with four vertices اللي ليها four vertices اللي هم مين اللي هو ده وده 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 جميل قوي طيب هنا هنحط ايه هنحط كل البلو مين هم البلو ده وده 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 طيب ناخد بالنا بقى من حاجة الشكل ده البلو ده لما اجحطه لو جينا نحطه هنا كده هو المفروض انه هو four vertices يبقى ده واخد الصفة بتاعة four vertices واخد انه هو بلو يبقى يتحط في النص كده في المنطقة اللي ايه اللي في النص كده يبقى الشكل ده هو الشكل ده طب والسكوير ده برضو معمول بالبلو يبقى هيتحط هنا وهيتحط هنا عشان four vertices الله طب احطه هنا ولا حطه هنا اقول لك لا نحطه في الحتة اللي في النص يبقى اكد انه موجود هنا وموجود هنا يبقى انا خلاص خدت الشكل ده وخدت مين الشكل ده يبقى فضل ده وده نرسمه معادي اهو نرسم ده كده اللي هو ده وده نرسمه كده هو مين اللي يبقى معايا يبقى معايا ده نحطه هنا ويبقى معايا ده كده هو كل دول four vertices بس مش بلو ويبقى معايا ده اللي هو ده كده يبقى انا الشكل ده والشكل ده بدل محتار احطه هنا ولا حطه هنا هو بلو يبقى نحطه هنا هو في four vertices يبقى نحط هنا بدل ما تتوه circles دول يتخلقوا على الشكلين دول عملنا ايه عملنا كده حتة في النص وحطنا الشكلين فيهم يبقى ممكن ده تقول ده معايا وممكن ده تقول ايه ده معايا نجي ده اللي بعد كده بيقول ده سايد how to sort the figure label the section draw the figures where they belong ممكن نخلي مثلا زي اللي فوق نخلي هنا البلو شابز وهنا نحط الاشكال البلو طيب مين الاشكال البلو هم قدامنا طيب مين الاشكال اللي لها فور سايدز نلاقي ان البلو ده موجود في فور سايدز البلو ده موجود في ايه فور سايدز هم اللي اتنين دولا ميجن حطهم السيركل دي الاوفل ده الشكل البيضوي يتخان يقول لا انا عايزهم معايا دول فور سايدز انا عايز دول معايا عشان فور سايدز وده يقول لا انا عايزهم معايا عشان بلو نعمل احنا ايه نقول لهم خلاص ما تتخنقوش هنعمل كده حتة في النص نحط فيها الحاجة المشتركة ما بينكم يعني ده كده نحطه في النص هنا كده يبقى اللي يحصل يبقى السيركل دي لما تقول انا عايز الاشكال اللي فيها فور سايدز نقول لها مفيش مشكلة الشكلين موجودين جواكي يبقى السيركل دي لما تقول انا عايز الاشكال اللي فيها البلو بتاعتي نقول لها برضو الشكلين دول موجودين معاكي برضو عشان هما الاتنين في الانترسكشن آريا طب نحط هنا مين بقى نحط الباقي نحط التريانجل ده ونحط التريانجل ده ونحط التريانجل ده طيب بالنسبة هنا لفور شيرز نحط ايه نحط ده ونحط ده ونحط ده نحط الاسكوير ده كده ونحط فور شيرز نحط أو أشكال فور شيرز نحط لشير تمام يبقى احنا يا اولاد بنعمل ايه او ممكن نضعها هنا لو احترنا نضعها فين؟ نضعها في النص يبقى لأشكال اللي في النص دي ممكن اعتبارها تبع ده وممكن اعتبارها تبع ايه تبع ده نحن نرى هذا الاكسرسيز بيقول لي استخدام الناس بارجراف اللي خدناه في الاول خالص ودي عندي مجموعة بيقول لي اللي هو اللي فوق which quadrilateral is the most كما قلنا شكل لي ممكن يكون square ممكن يكون rectangle ممكن يكون rhombus ممكن يكون باريو جرام فاعيزين نعرف مين الشكل اللي متقرر كثير هو هنا مقسم لي في البرجراف ادي ال square و ادي ال travesium و ادي ال rectangle و ادي ال rhombus امي سنعب أين ال square ادي كان واحد ادي واحد ادي اين تاني ادي تو وسيبقى بالزبط تبقى اني مقطع انتهى شكله معروض انتهى بسبب كلهما ينظر هذه الانتهى بسبب طب جديدنا كم سكويير طب نشوف ده واحد يقول له يا أبي إبواق يقيقس كم سكوير وده لديه الورسيك دي واسعة والسكوير لازم يكون كنوا مثل بعض طب ده واحد يقول له يا أبي قاعد يقوم الجنب 토د او ارواق لي اخد بالك انتظر كده الفيرتيكس عملا كنوا وده كنوا كلهم كنوا مثل بعض لمفتوحة ولا مقفولة اتنص بالظبط لكن هذه هي مقفولة و مفتوحة هذا هو رومبوس فأنا لدي 1 2 3 4 هذا سكوير فأنا لدي سكوير اخرى لا توجد فأنا نأتي هنا ونعمل 4 1 2 3 4 نأخذ بعكاد ترابيزيوم سهل لدي 1 لأن هناك 2 سايدة و ليس أضع بعض و لدي أخرى و لدي أخرى و لدي أخرى و لدي أخرى يبقى لدي أخرى 1 2 3 نرى الريكتانجل طبعا الريكتانجل سهل و لدي أخرى أمام نضيفها في نأتي لنرى آخر شيء وهي الرومبوس ما قلنا بأنه ليس مختلفة وهذه وسعة وهذه ضيئة هل تعرفت أن نفرق كما بين الرومبوس والرومبوس؟ هل تعرفت أن نفرق كما بين الرومبوس؟ هل تعرفت أن نعدهم؟ 1 2 3 4 5 6 لا يوجد 2 هم 6 سأعلم هنا 6 بار �낙 1 2 3 4 5 6 الآن نتعرض على الأسئلة هل يوجد الأسئلة؟ ماذا تفتح من أشياء واحدة عندي عند الرائم المروجة؟ ماذا تفتح؟ هل يوجد الأسئلة؟ ماذا تفتح من أشياء؟ تربيزيوم ها ها ومين بارليلو جرامز؟ كان بارليلو جرام عندي؟ السؤال ده مهم قوي اولاد هو احنا مش قولنا ان البارليلو جرام ينفع يبقى سكوير وينفع يبقى ركتانجل وينفع يبقى رومبس؟ ليه؟ عشان ايتش تو اوبزت سايدز ار ايكل اند بارليل وقالتون لكم الحتة دي تحفظوها من الدرس اللي فات كلمة مهم قوي ايتش تو اوبزت سايدز ار ايكل اند بارليل مين دول؟ دي من صفات البراريو جرام يبقى هنا نختار مين؟ نعد السكوير والريكتانجل والرومبس لا نعد معهم الترابيزيوم لا لان الترابيزيوم احنا قلنا فيه جاست وان بير فيه اوزت سايدز بس لكن هنا ايتش تو سايدز كل اوزت سايدز يبقى هاو ميني بارليلو جرامز؟ وان تو سري فور سيك سيفن ايت ناين تن الفن تول سيرتين فورتين ففتين سيكستين سيفنتين ايتين يبقى الاجابة هنا عندي ايتين بارليلو جرامز وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون ليسون جميل جدا اتكلمنا فيه عن الكوادريلاترال وعرفنا انه هو بولجون متكون من فور سايدز وعرفنا ان الكوادريلاترال فيه منه اشكال كتير زي السكوير وزي الريكتانجل وزي الرومبس وعرفنا الفرق ما بين السكوير والرومبس لأن السكوير كل الفيرتسيس بتاعته سيميلر والرومبس الفيرتسيس بتاعته كلها مزي بعض دي أهم حتة نعرف نفرق فيها ما بين السكوير والرومبس وخدنا برضو الفين دايجرام في الليسون ده الليسون ده أولاد فيه معلومات حلوة كتير ياريت نسمع الليسون ده مرة تانية لحد ما نتأكد أن احنا فهمنا كل المعلومات اللي فيها وبالتوفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة